اشتركوا في القناة اليوم تجاوزت مليون دينار بحريني تحديداً مليون وواحد وستين ألف وستمائة دينار بحريني هذه خلينا كلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الشعب الواعي هذا الشعب المشارك في هذه الحملة الوطنية عشان الوطن عودة لك سعد النائب يعني يمكن الكل اليوم قاعد يحاول نهو يقدم موقف اليوم الكل قاعد يحاول أن تكون يدا من الأياد الممتدة لدعم ونجاح هذه الحملة لاحظنا أن الدعم اليوم والمساهمة ما اقتصرت فقط على المواطنين أيضاً تعدت ذلك للمقيمين على أرض مملكة البحرين برأيك يعني هذه المحبة الجميلة هذه الموقف المشرف اللي قاعد ينلمسه من المقيمين تحديداً شنو السبب فيه؟ طبعاً يعني المقيمين يعني أنت لما تسألينهم قبل أزمة كورونا يقول لك إحنا نسافر ونرجع بلادنا نفتقد البحرين يعني هما يحسون أن هما هاي بلدهم الأصلي هما ما يحسون أن هما هني هاي متغربين أو هني هاي نشتغل نحسون هني بلدهم الأصلي فلما هني البحرين يصير فيها أي شيء هو بعد يحس معاهم هو جزء من هذه الوطن وجزء من هذه المواطنين وعلاقته قوية مع الجميع يعني أنت تشوفون قبل أزمة الكورونا البحرينيين ومجتمع البحريني مجتمع متواصل معهم يحضر فعالياتهم يحضر أفراحهم يحضر كل شيء يخصهم وما يحسون في غربه وهما كذلك بدون أنه نفس الشعور فاليوم لما يشوفون بحرين وهي جزء من العالم العالم كله متضرر والبحرين كذلك متضررة هو ما يستطيع يساهم في بلاد الله ويال منها قبل ما يساهم في البحرين نحس روح أنه سوى شيء خطأ وهي تجربة شخصية يعني كان عندي كلام عندي علاقات مع الأشخاص هما كلمواني بهذا الشيء قالوا إلينا نحن نبي نقدم مساعدات قبل ما ينطلقوا الصندوق ما عارفين وين نروح أو وين نقدمها فهي كان الصندوق وكان صحيح أنهما يعبرون عن مشاعرهم اللي كانوا يبونها فقالوا إحنا ما عارفين شنسوا نبي نسوي شيء نبي نحط شيء يعني نفكر في مبادرات بنفسنا في ناس راحة وسووا بنفسهم مبادرات وفروا مكان وفروا خيم وفروا شيار وفروا كما موت يعني يحاول في يومين يوم الصندوق يقول ريحني يعني طلع المجهود اللي أنا كنت أفكر فيه وعرفت وين أوجه الفلوس أحنا أقدر أن أدفع فلوس وأحس النظاميري مرتاح أديت الواجب اللي لازم أقدمه حق الأرض وحق هذه القيادة وحق هذه الوطن ومواطنين اللي أنا ساكن معاهم الحين أنا أقدر أفكر بعد في شيء ثاني يعني البحرين بعد ثبتت يعني سعادت أنها بدأت تتفق معاي في كثير من المواقف أننا بلد ما عندنا أي يعني تفرقة ما بين أي شخص مقيم على أرض البحرين دائما كانت تسمى مملكة البحرين بمملكة التعايش والتسامح والسلام فهذا يمكن أيضا محصاصهم بذي شيء خلوهم اليوم يكونون أيضا في الصفوط الأمم وعندنا حرص بأدرقية وشفنا منهم حرص على يعني تمسك في وجودهم في مملكة البحرين وكذلك لدعم الاقتصاد بشكل متواصل ونحن نقعد نشوف هذه النماذج هذا اليوم يعني سعادة النائب عندما نتكلم عن دعم الاقتصاد أيضا لا ننسى جهود الحكومة من بداية هذا التحدي وكذلك لا ننسى قرارات اللجنة التنسيقية كذلك في الأيام الإطافة تشاهدنا بعد تخفيف الإجراءات بدأ نشوف محلات تفتح شوي شوي لكن أنا برجع لك في هذه النقطة بالذات لكن بنستعرض الآن مع مشاهدين الكرام كالعادة هذه اللقطات الحصرية لبرنامج مجتمع واعي وهي لقطات مباشرة لعملية التعقيم التي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية اليوم من موقع مجمع السيف التجاري وكذلك أيضا بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات وبنتكلم أكثر عن عملية التعقيم ويسعدنا يكون معانا من مجمع السيف الملازم أول راشد لعبيدلي ضابط فرع التطهير بالإدارة العامة للدفاع المدني مساك الله بالخير نعم لو تكلمنا أكثر يعني من هدف من تقوم بالإدارة العامة للدفاع المدني من تكثيف عمليات التطهير الاحترازي بمشاركة أيضا المتطوعين طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بتوجيه من سيدي معالي وزير الداخلية حول مبدأ الشراكة المجتمعية طبعا تم دراج المتطوعين إلى عمليات التطهير الاحترازي وطبعا حاليا نحن في مجمع السيف في عملية تطهير احترازي والهدف من هذه العمليات التطهير الاحترازي إلى حد الانتشار من فيروس كورونا في الماكن العامة نعم إلي مدى كانت يعني التدريبات والمحاضرات للمتطوعين ذات دور فاعل في عمليات التطهير الاحترازي اللي قاعد نشوفها اليوم طبعا بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية وبمتابعة حثيثة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام يقوم فيه تدريبات ومحاضرات المتطوعين في مختلف مراكز الدفاع المدني حول الجانب النظري والجانب العملي من هذه المحاضرات حول اللبس الوقائي لبس الكمامات ولبس الغفازات بالطريقة السليمة وفي الجانب العملي يتم تدريبهم على عمليات التطهير الاحترازية اللي نقوم فيها في لماكن العامة نعم لو تعرفنا بعد أكثر عن آليات السدعاء وعمل المتطوعين في الإدارة العامة للدفاع المدني طبعا تم تخصيص عشرة ألاف متطوع للإدارة العامة للدفاع المدني وطبعا وزعناهم على محافظات مملكة البحرين وتم فتح ست مراكز رئيسية لاستقبال وتدريب المتطوعين على عمليات التطهير الاحترازي ولله الحمد يتم تدريب خمسمائة متطوع في كل يوم نعم جهودكم واضحة ومقدرة الملازم أول راشد العبيل لضابط فرع التطهير بالإدارة العامة للدفاع المدني شكرا جزيلا لك مشاهديننا نتابع معكم هذه اللقطات الحصرية والمباشرة لعملية التعقيم التي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية من مجمع السيف التجاري وبمشاركة عدد من المتطوعين نتابع ترجمة نانسي قنقر 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 ردة الفعل اللي صارت هلا هو متقدمين خطوة متأخرين خطوة موشيين على حسب الخطة تعدل المسار يتم المسار على ما هو عليه وتمشي العملية لذلك هما راحوا أول مرة سووا اللي هو الغلق جزئي بعدين سووا غلق تام حق المحلات التجارية اللي يأخذون فترة زمنية أنهم يحطون بروتوكولات يحطون طريقة تعامل يحطون عدد الأشخاص اللي يكونون في هذا المجمع في هذا السيبر ماركت في هذا المحل التجاري شون يكون لابس شون الإجراءات شون الخبرة اللي هما كتسبوها من الدول الثانية أو اللي موجودة شون انتقال العدوى في الاختلاط أو في يعني الكل مجزم والكل متأكد أنه انتقال الفيروس بالاختلاط كل ما فيه اختلاط أكثر كل ما يكون فيه انتقال أكثر أنت شون تسوي هالمعادلة أنه أنت تفتح وتشتغل وتخلي الجميع يمشي يمكن بعجلة بطيئة بس مو واقفة قاعدة تمشي تمشي الحمد لله لنسن أولاين بعد يعني تسوي بالإفتلون ورحوا حق الأونلون رحوا pounds والتدابير اللي قاعده حصير إنه كل الاتجاهات قاعدة يمشي يعني ما قاعدين يركزون أو يمشون في طريج واحد قاعدين يمشون في كل الطرق يعني يتكالم نفسه شياف سباق الفورملا رحيان سريع قاعدين نمشي ما شاء الله الله يعني يدليم هاي شيء بهذه السرعة في كل المجالات مجال الصحي مجال الاقتصادي في التدابير الاقتصادية في حماية الجمية في حماية الصحة في حماية قرارات حازمة ومدروسة قرارات حازمة ومدروسة ونسبة الخطأ فيها تكاد تكون معدومة الحمد لله رب العالمي الحمد لله الله ملك الحمد فهذه كله استثمار يعني وهذه يعني بعد أنا أكرر أنه هذه جلالة الملك استثماره بهذه الطريقة واستثمار في البحريني نفسه للأنصر البشري نعم للأنصر البشري وفي سموه للأهد وفي الفريق اللي تم تأسيسه من 2008 يوموا يشتغلون عليه وهذه النتائجة اليوم شوفوا قوتها وشوفوا أداءها فهذه يعني قدموا حق الوطن أو قدموا حق المواطنين شيء مو موجود في أي مكان ولا من وجد فالمواطن دائماً لازم هذه المبادرة اللي حين شوفونها يقدم جزء جزء من الشكر لهم أو يقدم جزء من هذه المنظومة اللي صارت هذه المنظومة تكلف مليارات أقل شيء قدمة طبعاً تكلفك مليارات عشان أنت تتنظمها كثير من الدول دول كبرى ما كان عندهم فريق لما أسسوا فريقاً لما جمعوا أفكار لما خذوا لهم وقت وصارت عدد وفيار وكان في خساير كبيرة وراحوا في كذا سيناريو يعني ما راحوا في أول مرة بنعالج قالوا لا منخلي المرض يأخذه حسب الإحصائيات الطبيعية لا قال لهم بنعالج لا قال لهم سوفي حصار إحنا لا إحنا من أول يوم إذا كان من 29 يناير أول اجتماع يوم بدأ والناس لحهم ما تعرف شنو كورونا كان في رؤية كان في رؤية وفي خطة من أول يوم إحنا في اجتماعاتنا يعني مع سموالي الأحد إحنا نجتمع معهم كنا بشكل أسبوعي كهيئة مكتب مجلس النواء وكنا نستمع وكان من أول يوم صار أول يعني هدف أن شون إحنا نقضي على هذا المرض ونأخر يعني كنا يتكلم سموه شون تأخير مو شغل فرد أيضا في شراكة أيضا مع السلطة التشريعية هذا شيء بالعجز والسلطة التشريعية مثل الفيديو اللي شفنا اللي أعمال تطوعيها أحد القوانين اللي إحنا سرعناها عشان تمشي عشان تشوفون هالصورة حماية المتطوعين وحقوقهم وحقوق وتعاملهم وتعاملهم مع الناس يحتاج كان قانون وما كان موجود طانون التطور أكيد طبعا أكيد نحن سونا بشكل قياسي نحن قلت لك نحن نمع الحكومة بسرعة تخلكم في الصورة طبعا 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 نحن كنتم في الصورة من البداية هنا يمكن بس يعني في تعقيب بسيط يمكن على كلام ساعة النؤب لما قلت أن القيادة عطتنا كل شيء كلمة سموه الشيخ ناصر لما ظهر في الفيديو قال كلمة جدا مؤثرة أو يعني جملة صراحة لو نوقف عندها فعلا تعطي لنا إحساس كبير بالنسؤولية لما قال أن ملكنا الله يحفظه باع كل شيء وشرى صحة المواطنين فهذه أقل شيء نحن نقدر نسوي اليوم نعم ننسى توجيه الملكي طبعا برعاية المقيمين كذلك أيضا أعفاء المقيمين كذلك من الرسوم الرسوم الاعتادية الرسوم الصحية التي هي سبع دينار وهذه ما ننسى هذا موقف إنساني تقوم في مملكة البحرين في إجراءات تقوم في مملكة البحرين وإجراءات السباقية وكبيرة مثل تفضل بها سعادة الناب أيضا في مواقف إنسانية وهذه المواقف الإنسانية انعكست كذلك على المقيمين هذه شيئة تصدورة صراحة جميعا في موقف جميل وإنساني عربت في البرتغالية الأنسة جوانا بيريرا عن سعادتها بالانضمام للمتطوعين في مملكة البحرين وأكدت أيضا استعدادها بالقيام بأي مهام تطلب منها تعرف شنو الأجمل من ذي بسام الأجمل إنها قالت إن البحرين بلدها حتى وإن هي كانت يعني ممولودة على تراب هذه الأرض الطيبة طريق الإعداد تواصل مع جوانا وسألها عن سبب انضمامها للمتطوعين في البحرين خلونا نشوف مع مشاهديننا شردت وش قالت الآن first of all because it's a difficult time for everyone in this world the situation is not easy everywhere I've been in Bahrain for almost 20 years so Bahrain is my home and I want to support my home as much as possible I know Bahrain is not the country that I was born but it's a country that I pretty much grew up because I've been here for almost 20 years I wanted to help in anything needed. Because I'm in education so I actually volunteered to help children of moms who had COVID-19 or support children in hospitals, anything that was necessary even disinfecting the streets was not an issue. So I'm really proud of it. أنا أعطى أن الأعران أمراكي خلالها ويستطيع أن تفعل كل شيء موضوع أعتقد أنه يمتلكون لأن الناس ينبغي فيه ونحن نبغي على موضوع لأن هذا هو مهارفا ونعرف نفسي وأنا أحب أن أعطي أمضاء الناس يعني للأموانة كلام جوانة اللي شفنا حين في التقرير وكلام غير جوانة طبعا من المقيمين اللي فعلا اليوم قاعدين يستشعروا مثل ما ذكرنا أن البحرين هي بلدهم البحرين هي جزء منهم فهذا الشي طبعا مغريب خاصة لما يشوفون روحهم نهما عايشين في بلد الأمن والأموان وقاعدين يحظون بكل المزايا اللي يحظى فيها المواطن أيضا ساعتنا بيمكن تحت الهوى كنا شوية نتكلم في موضوع جدا مهم خرجنا فيه من هذا التحدي أو قاعدين فعلا نشوف نتائجة اليوم قاعدة تظهر كل تحدي مر فيه الإنسان أو أي مجتمع كان لابد أنه فيه إيجابيات وفيه سلبيات وإحنا دائما نطالع الجانب المشرق والأول جانب الإيجابي تحولت جميع معاملاتنا اليوم إلى معاملات رقمية إلكترونية فيه كثير من الأمور أحنا يمكن أن نطبقها بشكل مسبق ولكن شفنا اليوم أثرها وطبقناها بشكل أكثر تفعيلا نبي أنتكلم عن هذه الأمور الاجتماعات اللي عن بعد العمل عن بعد المعاملات الإلكترونية أولا بس قبل الله بعد ذوش في جواب السؤال في نكتة يعني أبيع وضحها أن في دول النعقاد الثاني يوم جلالة الملك كان في خطاب السامي كان مركز على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي كان هو في الخطاب وجه قال أنا أبغي أوجهكم حق أنه أنتو تستخدمون تحول الرقمي تحول الرقمي وأن هذا هو المستقبل فهو رسم هذه الرؤية البحرين من يوم الخطاب وهي خذت هذه المسؤولية على أكمل وجه فقامت تطورت جميع الخدمات تشوف بشكل سريع البنوك المصارف المؤسسات الخدمات الإلكترونية خدمات الإنترنت جهزت نفسها لأنه كانت توجيه يعني كانت فيه رؤية والرؤية جائما مهمة لما يكون فيه رؤية وفيه منفذ لهذه الرؤية تشوف النتائج على هذا الواقع فيوم جاء الكورونا احنا عندنا استعداد بس احنا كان عندنا موارد ما نستخدمها يعني النفس ما عندنا موارد خام موجودة ما استخدمناها بس هي موجودة لكن البنية موجودة بنية موجودة كثقافة عند الناس بعد موجودة كثقافة موجودة الممارسة موجودة استخدموها جربوها كل يوم يعلنون معاملات حكومية عن طريق بوابة البحرين الحكومية بملايين صارت يعني 30 أو 40 مليون دينار كانت فيه تصاعد بس كانت الناس لا زالت تحب تروح تحب السولف يعني طبيعة اقتنع يعني ممكن اليوم نشوف ان المواطن اقتنع تماما بان يعني العملية الإلكترونية توفر للجهد وتوفر للأول اليوم هو يمنحط في هذا الامتحان والبنية كلها كانت موجودة وجربها وشوف انها أداءها وعملها ومعاملاتها قاعدة تمشي يعني أنا عارف كثيرين اليوم من صارت بارس الكورونا وصار أن اللي هو الحضر الأولي لغلق المحلات خصوصا في المعاملات التجارية نعم قاعدوا في البيت ما اطلعوا قالوا بس نحن مرتاحين في القاعدة وشغلهم ماشي يعني معاملات الحكومية على عددها السابق ما قلت مو بس كانت تمشي يمكن حتى كانت نتائجها أفضل أفضل لما قاعدوا في البيت وطبقوا هذه العملية الإلكترونية وأداءه أكبر صار صار عنده يسوي كذا شغله في نفس الوقت وساعات اللي عمل صارت أكثر له لأنه صارت ما في ساعات محددة صار هو عنده عمل بدلا يروح من موقع إلى موقع فصارت في جودة في العمل ما صار عدد ساعات هو الدوام صار عدد المعاملات اللي بيخلصها في هذه اليوم وهي وهذا الهدف من العمل عن بعد أو العمل الرقمي وكذلك يعني كثير من الجهات توجهت هكذا الشي يعني لا ننسى دور حتى المجلس على المرأة يعني يكون دور مهم أن توجه الشركات توجه الوزارات أن تعطون ساعات العمل عن بعد حق الأوم حق المرأة الحالة هذه كلها كانت تحديات ويوم طبقوها شافوا أن إيجابيتها أكثر من سلبيتها بالعكس صارت هي تساعد عيالها في الدراسة في المدارس عن بعد وتسوي شغلها شفنا بالتأكيد حملة متكوتفين اللي يطلقها المجلس الأعلى المرأة يعني حملة كانت صراحة غاية في الإنسانية قدمت مختلف وأشكال متنوعة من الدعم للأسر وكذلك المرأة البحرينية وكذلك أيضا قدمت سوت برنامج مخصص كذلك أيضا للمرأة العاملة والسيدات الأعمال في هذه الفترة في هذا التحدي اللي نحن نواجه إحنا قبل أن نختم معاك سعادة الناب ونتوجه كلمة أخيرة للجمهور الكريم يعني وانا ودي صراح لضيف لنا شنو في المرحلة المقبلة شنو رح تكون أولوياتنا شنو العادات اللي ممكن حنستغني عنها ونستبدلها بعادات أفضل طبعا يعني هذه سؤال يعني كبير لأن إحنا أقب إن شاء الله وأن نطلع بسالمين والبحرين كلها تطلع سالمنا والقيادة كلنا يعني نطلع من هذه العزمة اللي هينذكرونها بسلام نعم بسلام إن شاء الله بأقل خسائر بأقل آثار أكيد التركيبات كلها بتكون مختلفة يعني في كل شي بيكون فيه جديد وكل شي فيه بابتكار وكل شي فيه فكرة جديدة فأنا يعني اللي أنصح الجميع اليوم أنه أنت حاول أنك تستمر أنت اليوم نعم نحن اليوم كلنا استثمارنا الوحيد محاربة الكورونا ما حد يفكر في استثمار تجاري ولا حد يفكر في أرباح ربحنا ربحنا لنا وقفة إن شاء الله بعد انتهى من هذا التحدي إن شاء الله سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب شكرا جزيلا على حضورك معنا شاهديني نتابع معكم هذا الفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا شمس النهار بحرين يا شمس النهار بن تكتش شطانها عشق السماء وأرضها أعطت حياة لسفة أوراقت فاريخها تبرون وصيرة وأعبت في عينها كل النجوم تلألأت بحرين شفء نوار عشق السماء وأرضها أعطت حياةً لزهور فأورقت ساريخها تبرون وسيرتها عبقت في عينها كل النجوم تلألأت بحرين بحرين يا شمس النهار 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 شمس النهار إذا انتهت ربانها حالاً حالاً قاد المسيرة للعولى قولاً وفعلاً فارتقت تألقت تألقت حتى غدت في مجد رائدة نوار والسلطنة في صبر السماء فأشرقت بحرين شكراً جناً شكراً شكراً رجلاً دعائم أمان امان 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 اشتركوا في القناة 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 هذه الأيام هذه الحياة طبعاً التواصل مع الأهل والأولاد دائماً يكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وصعبة لكن يقولون دائماً البحرين تستاهل بالنسبة لشعور كأب أو كرب أسرة في هذه الفترة طبعاً مش طبيعي الواحد ينظر إلى أمور ثانية بس نحن في ظرف استثنائي نحن البحرين هي أمنا كلنا فالشي طبيعي الواحد عيون على أمنا فلذلك كل وقتنا وكل جهدنا وكل أسرنا وعائلاتنا وكلنا من أجل البحرين شكراً دكتور يعطيك الصحة والعافية واشكرك واشكر زملائك تحية تكبار وجلال وجهه لكم خصوصاً وإنتوا موجودين حالياً في عيادة مطار البحرين الدولي لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج من خلال خطة الإجلاء يعطيكم الصحة والعافية أنتم في المقدمة يعني لربما الوضع سيكون أصعب عليكم لكن هذه الصعوبة يعني يعني الحقيقة أنا أشوف تعامل سريع وتعامل احترافي جداً مع أخذ العينات في مطار البحرين الدولي يعني جداً في سرعة في التعامل جداً في يعني يعني استخدمون هناك مهنية واحترافية كبيرة يعني جداً جداً لأبعد حد ما تصورين أنا شفت بعيني هالشي يعني الأماني وانتبهت الدكتور لما قال الوضع عندنا صعب شوي لكن يعني كل شيء هون عشان البحرين لأن البحرين تستهل وإحنا عشان شيذي نقول ما نبي أن نضيع جهودهم ما نبي كل هذه التعب اللي قاعد يصير حتى من نحن اليوم لما نضحي بالغالي والنفيس بوقتنا بأموالنا بالليكون نضحي فيه عشان ديرتنا نبي نوصل لبر الأموال وان شاء الله بتكاتفنا وتلاحمنا رح نوصل بالتأكيد يا رقاية قبل ما نوصل حديثنا مع فخرنا وجيشنا الأبيض يعطيهم الصحة والعافية نعلن لكم أن شركة مشاريع القصر تعلن المساهمة بمبلغ 5000 دينار بحريني للحملة الوطنية كل الشكر لهم على هذه المساهمة يا رب ان شاء الله وبإذن الله كل شيء رح يرجع مثل قبل وأحسن والحين رح يكون معانا من المحرك دكتور عباس فاروخ أخصائي طب المسنين وباطنية عامة ما يمسك بالخير دكتور وقل لنا شنو طبيعة شغلك في هذه الفترة تفضل دكتور عساكم الله بالخير وعلى المشاهدين جميعا المجتمع واعي يشرفني ان اكون معاكم في هذه الفترة البسيطة طبعا حين احنا وضعنا العمل وضعنا في العمل اتغير تماما ليس بنفس قبل قبل احنا كنا الدوام الرسمي بيكون 3-2 وربح ممكن 2-2 ونص ممكن بالزيادة نكون 3-3 ونص احنا راجعين طبعا حين بحكم كوبيد 19 اتغير طبيعة عملنا صار الوقت ما نحسبه ابد ما عندنا الوقت الحسبان يعني الحمد لله قاعدين نشتغل كخلية واحدة في المستشفى قاعدين ننجز ونشوف ان الوقت يسكرنا يعني ممكن توصل ساعة 10 وار في الليل 11 وار معاش بس يعني بكل الحب احنا قاعدين نخدم لانا قاعدين نخدم احنا نحس ان قاعدين نخدم الديرة ونحس المجتمع وماشاء الله على المجتمع يعني للأمانة مجتمع جدا متعاون وقاعدين يعني كل الانستراكشن اللي قاعدين نحطها وكل الانستراكشن اللي قاعدين الحكومة تخليها كلهم قاعدين تتبعونا والحمد للغا رب العالمين ان الامور قاعدة تصير كلش تحت السيطرة بحكم الحمد لله الحمد لله متفهمة الحمد لله يعني تعرف وتقدر الامور وتقول لي لا تحاتي بالعكس يعني انا كنت متوقع ان من البيت قد يكون شوية احصل مشاكل بحكم ان اتأخر عليهم لكن لله والله للأمانة تتصل فيني تقول لي لا تحاتي الاهل لا تحاتي البيت الامور كلش اوكي خل بالك بالشغل لا تحاتي الان كلش اوكي اتزلي مساجات لا تحاتي الامور اوكي اكو كلمت بيتكم كلمت الوالدة يعني الحمد لله الاهل القوان كلهم يعني نفس ما تقول جهد ثاني يعطوني ان اوكي 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 نوصل حق نتيجة واحدة ان هذي ديرتنا و هذي واجبنا الجميل يمكن ذكر لنا الدكتور قال احنا نشعر بفرحة كبيرة لما نشوف ان المواطنين يلتزمون بالتدابير والإرشادات لانه قاعد يساعدهم يعني اوه من صوبهم قاعدين يشتغلون في امور معينة و يساهمون فيها و يعملون عليها دور نحن اليوم نسهل لهم هذه المهمة قاعدتنا في البيت لبسنا الكمام خروجنا للضرورة فقط كل هذه احترازات يعني مهم نحن نسويها عشانها و عشانهم و عشانهم و عشان نيرتنا امور بسيطة هي رقايا فقط الالتزامات اللي مطلوبة منكم مشاهدينا يعني والتعليمات والاشتراطات ترى كلش كلش بسيطة اولا لا تطلع الا للضرورة ثانيا تباعد اجتماعي خل مسافة بينك وبين اليمك ثالث شغلة لبس الكمام فهي امور جدا جدا بسيطة تخيل انت هذه الامور البسيطة شون رح تنعكس شونو اثرها على الاطباء اللي موجودين يشتغلون 24 ساعة فانت يعني يعني لا زيد الشغل عليهم هذه النقطة ثاني نقطة يعني هما قاعد يعطيهم الصعر العافية قاعد يبذلون جهد يعني ما تصورون احنا مهما حاولنا احنا نغطي ونتواصل معهم ما رح نوفي لان المجهود اللي قاعد يبذلونه اكبر بكثير من اللي قاعدوا تشوفونه في الشاشة واحنا بعد المساعة قاعد نحاول نتصل في الدكتورة لولو شويطر وهي استشاري طبعا الى ورئيسة طباء المنطقة الصحية الاولى في المحرق وكل ما نتصلها يكون عندها شغل ضروري وما تلحق انها تتواصل معنا وتكلمنا سكايب واحنا طبعا مقدرين هالشي والحين لوكن يعني بعد محاولات مستمرة يسعدنا تكون معانا الدكتورة لولو شويطر يعطيك الصحة والعافية شون وضع عندك في مركز المحرق فضلي دكتورة نساء خير جميعا وصامحوني على التأخير نسيجة لهذه الظروف طبعا طرع علينا ضغطارة وطريتنا تأخير عليكم العمل في هذه الفترة طبعا صعب لكن مع الاجتماع البحرين الواعي والعمل مع فريق البحرين بالتصدي ضد فيروس كورونا تهون الساعة أصعب شيء في هذه المرحلة طبعا عندما نهد مكان العمل ونرجع حق بيتنا طبيعة شغلنا تفرض علينا أن نهزل وندخل حتى بيتنا طبعا حاصب حتى بارسا من جنف البيت أول ما فكرت لي هو الوالد الوالد بيحافظنا عيالنا بصغار الكل يجب أن يتعلم أنه يكون بعيد عننا خوفا علينا أو خوفا علينا طبعا هذه المرحلة صعبة لكن الحمد لله والشيء اللي نبتخر فيه أن مجتمع البحرين وشحب البحرين الواعي اللي قاعد يزاعدنا في هذه العمل باتباع كل النصائح والإشراجات اللي قاعدين يعطونها بطاقم والفريق العمل بالإضافة إلى الفريق اللي قاعدين نعمل مع جميع الأطباء جميع العاملين في القطاع الصحي كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم الكل متعاون في أي وقت في أي لحظة الكل يعني إن شاء الله بنواصل في هذا الضريج اللي بتصدي ضد فيروس كورونا لما إن شاء الله نطلع كلنا ونقول إن شاء الله البحرين تكون صفر من الفيروس و الله يفضل جميع إن شاء الله شكرا لك دكتورا اللي هو اللي يعطيش الصحة والعافية يعني صراحة يعني من خلال كلام الدكوترة اللي سمعنا اليوم يتبين لنا رقياً نحنا فعلاً في آيودي أمينة يعني مو بس على الصعيد الطبي على الصعيد الاقتصادي على الصعيد الأمني على جميع الصعاد في هذه التحدي اللي نواجهه إحنا فعلاً بأيدي أمينة والسيطرة واضحة على انتشار هذا الفيروس صحيح يعني اليوم يمكن في حلقتنا تكلمنا عن ثلاث قصص لكن في غيرها آلاف من القصص اللي كل يوم البحرين قاعدة تسجلها كل يوم البحرين قاعدة تسطرها وهذه كلها مثل ما قلنا وراح نظل نردد ونقول سجل مشرف لمملكة البحرين يضاف لرصيد إنجازاتها العالمية مثال جميل يحتدى به وسيحتدى به إن شاء الله إحنا مواصل معكم مشاهدين ولكن من بعد هذا الفاصل مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المؤتمدة لفحص فيروس الكورونا كوفيد-19 باقة الاستعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الوحي يعمل المختبر على مدار الـ 24 ساعة تقول عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية تكون من ريز شين راكشن الـ BCR هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس مختبر الصحة العامة المجهر الذي لا يمن حيث ذا مجال الانخطأ أو نقسم في الأداة تقدرون تتمكن علينا في إجراء الفحصات بس احنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات موسيقى اجلِ الوطن اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى نحن من أطباء وطاقم طبي وأمني كلنا في خدمة الوطن وإحنا في خدمتكم وخدمة المواطن واجبنا اتجاه وطن كبير مهمتنا المحافظة عن النظام الآمن والسلام الآمن نتلقى في اليوم مكالمات عديدة وعلى مدار الساعة ونتحمل مسؤوليات الضغطات كبيرة مهنة الطب ما لها وقت معين إذا أجبت حياة إنسان معرضة للخطر أهد بيتي وأيالي وراحتي علشان راحتها سلامتك تهمنا وعلى رأس أولوياتنا الطواطم الطبية والتمريضية جاهزة لخدمتك تعقب أثر المخالقين حسر عددهم يحتاج دقا وتركيز كما كبرت الدائرة زاد الخطر وانت واجبك تخبرنا في حال واجهت أي أعراض من تبطبار سكرونه وتذكر إن الأعراض ما تأتي لها إنك تملي من أقرار الصحي وكل أمانة وكل مصداقية تعاونك معانة يضمن سلامتك وسلامة أهلك ووطنك وفرع إن الوقت يجيب وخلي الشعيعات توقف إنك لأن الموضوع عن انتشار أو انفسار بما حصل في دول كثيرة من فضل تقعد ببيتك بالقرار فيه وانقدر عالياً كل مواطن يشارك بوعي في إجراءات احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كلنا مجتمع واعي شاهدين برنامج مجتمع واعي متواصل معاكم وحملة في النخير أيضاً متواصلة معاكم في هذه التقطية ويصرنا نكون معانا عبر الهاتف السيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى مساتش الله بالخير شون شفتي سعدت يعني سعدتش اليوم هذا التفاعل الكبير من المواطنين ومن التجار مع حملة في النخير بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً الحمد لله رب العالمين يعني ما شاهدناه في اليوم في التعامل طبعاً مع هذه الأزمة خالص تقديرنا وامتنالنا بداية اللي جلالة النلك الله يحفظها في الدوم اشنا نتعلم ونستلهم منه من خلال كافة يعني خطبة وتوجيهات ليوجهها للسلطات في البلد وللمواطنين والمقيمين شلون أسهمت صراحة بشكل مباشر في تحقيق الاستعداد والمستوى الرفيع اللي تعاملت فيه البحرين مع الأزمة وشلون طمنت بعد خلص والسريحة للمواطنين خاصة في أمور معيشتهم وفحيتهم طبعاً بلا شك أن الحملة التطوعية النوعية اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر فعلت اليوم ما شاهدناه من الإطلاق هذه الحملة كيف حق يعني صار فيها روح المساهمة والتضاوم من المجتمعين وشجعت حتى روح التلاحة من المؤسسي والشعبي على ساقة المستويات يعني المواطنين والمقيمين وحتى ببساطة الإعلان عنها من سمو الشيخ ناصر شكلاً ومضموناً رسالت كانت حفت تحفزت على المشاركة صغير وصغير حسست يعني كل واحد ما يستطيع بما قدرت أن يساهم فحسست نحن شركاء فعلاً اليوم إنسانة الدولة في إجراءاتها في أمور اللي راح تواجهها أيضاً في الأمور الإنفاق والمصروفات خاصة إنسانة ما شاء الله على طوء تقريركم وشي ما انتحطيتوهم يعني رأينا جهود اللي هي الوقائية المتبعة في المجال الصحي هذي كلها بيكون لها إن شاء الله أوجه الإنفاق توجه لها أيضاً نحن نحن نتأكد على موضوع إن يعني جهود تمو رئيس النجس الوزراء الأمير خليفة السلمان كذلك ولي العهد الأمير سلمان بن حمد اللي حفظ شلون قاد فريق البحرين الوطني الحرفية وخبرة التعامل وإدارة الأزمة وخطوات استباقية كان فعلاً الآن إحنا الإجراءات يعني الأمور والآثار هاثي السجاعيات تمت يعني مواجهتها من كافة الأوجه وبالتالي يعني خلتنا نحس بإحنا في اليوم نقول الدولة مسؤولة عيننا بعد إحنا اليوم الحملات هذه المبادرات اللي بعد تقلق إن شاء الله هذه ما تكون آخر حملة وتتواصل فيها ندعم إن شاء الله الحملات اللي يعني نفترح إنها تكون بعد تفتح المبادرات التطوعية المهنية حيث نعي كل دور أيضا الأصحاب المهن المحاميين المهندسين في أيضا في تقديم خبرتهم وتخصصاتهم ندعم ومتاندة كل من متضرر في هذه الأوجة إحنا دائما إن شاء الله مثل أصالة الشعب البحريني وأيضا أصالة المقيمين يعني تشترون حطيتوا الأخ جوانا كيف إنها ولاءها لها البلد وإقامتها فيها يعني عطتها إحساس المسؤولية تجاه البحرين إحنا تعودنا متشارك مع المقيمين هذا الإحساس في الأمور الخير علينا فيهم أيضا في الأمور الأزمات نجد أنهم يساندون وإنساندهم أيضا في هذا الوقت نعم شكرا شكرا لك سعادة السيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى شكرا على هذه المداخلة وشاهدينا نعلن لكم عن مساهمة أخرى من شركة عبد العزيز حمد الصالح بمبلغ 5000 دينار بحريني كل الشكر لكم على هذه المساهمة الوطنية صراحة بس مبادرة فينا خير اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني اتجسد إنسانية سموه في دعم الجهود الإنسانية والوطنية للتصدي لفيروس كورونا اللي هو كوفيد-19 صدقتي يا رقية مبادرة فينا خير تعزز من الجهود الكبيرة لمملكة البحرين في التصدي للوباء العالمي كمانها تعزز التكاتف والتعاون من أجل محاربة هذا الفيروس مش رايش نسمع الكلمة مرة ثانية برنامج مجتمع واي خلكم معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هالوقت القصير هذا أرجوكم تسمحوا لي أني أقضي هالفترة البسيطة وأشرح لكم شي كبير جدا ما أدري أنا كيف بوفي المعلومة وكيف أني بوصل للمعلومة ولكن الفهيم رح يفهم والبخيص رح يبخص والمحب راح يتفهم والموضوع هو طبعا حملة فينا خير حملة فينا خير هذه مثل ما يقول الكتاب من عنوانها اليوم هو يوم اللي الوطن اللي ربينا فيه واللي كلينا من خيره واللي عشنا في ذراه وعشنا في ظل قيادة الرشيدة اللي اليوم نشوفه في وقتها الجائحة الكبيرة إلا أن الوطن هذا صامد بشعبه وصامد بقيادته والحمد لله متصدر في محاربة هذا الفيروس اللي راح إن شاء الله ينزاح في القريب جدا البحرين كلمة كبيرة ما قدر أشرحها في دقيقة دقيقتين من هذا الفيلم ولكن شكذر تستاهل البحرين شكذر تستاهل البحرين تستاهل رواحنا لا تنسون عندنا شهدة لا تنسون عندنا أبطال ضحوا بحياتهم عشان هذا العلن وهذه إذا تبقون شيء أعلن لكم في العلن هذه أمنية وأمنيتي إني ودائما أطلب رب العالمين أنه ما يأخذني مريض على سرير يأخذني وأنا في سبيل هذا الوطن يأخذني وأنا أسعى لهذا الوطن والمواطن الله يقدرني إن شاء الله على قد دعاي اللي هو فعلا اللي أنا أتمنى المراد موضوع فينا خير إحنا حقيقة فينا خير الحملة هذه في لها أبعاد كثيرة الدولة وإنتوا عارفين دعمت الاقتصاد الوطني تسعى ليل نهار إنها تدعم الاقتصاد الوطني عشان يبقى الاقتصاد منتعش وعشان تبقى الحياة ماشية خذنا إجراءات جدا سليمة أن تصدر إحنا دول العالم في حالات الشفاء وإحنا نحاول قد ما نقدر إننا إحنا نمشي سير العمل ولكن هل إحنا بحاجة كذا مئة ألف هل إحنا بحاجة كذا مليون لا اللهم لك الحمد جلالة الملك الله يطول عمره بأوامره نفذ المطلوب ضخ مليارات اللي دعم الاقتصاد في مملكة البحرين ولكن حملة فينا خير هذه تعطينا الفرصة تعطينا الشرف المشاركة إنه عشان يوم الإحساب أوقف وارفع راسي وأقول أنا ساهمت بلادي وساهمت يوم وقت الشدة لأن النوع الثاني تعرفون شو بيسوي بيدس راسها في الرمل بيقول ما ظنيت إنه هذا اليوم بيجي ما ظنيت إنه راح العالم يتشافى وما ظنيت إنه بلادي راح اتشافى فاللهما لك الحمد إحنا نشوف اليوم إنه إحنا نمشي في خطات جدا سليمة ولكن إن شاء الله إنه تكون عندنا هذه الفرصة إنه إحنا نقدر نساهم باللي نقدر عليه فأرجوكم لا تأخذوني من منطلق المسؤول أو منطلق الشخص يعني في عجلة أو مطبخ القرارات أنا ناصر محب للبحرين في مكاني الرسمي أو في مكاني الخاص آسف ما يلزمني لباسي الرسمي وإلى آخرة أتبرع أنا شخصيا بمليون دينار حق حملة فينا خير قليل جدا قليل قليل هذه كثرة في ماي باللي تستاهل مملكة البحرين فهذا اللي أنا أقدر أحطه الآن وعشان أحط الضغط المباشر على أصحاب الشركات أصحاب المؤسسات واللي كل واحد كان موجود في البلد وكلام من خير البلد أنه يعيد حساباته ويقول هالسنين دي كلها اللي أنا انتفعت من وراء البلد شن هي خسائر شهر شهرين شن هي اليوم الإمكانية اللي أنا أقدر أسويها وشن هو اللي أنا أقدر أقدمها للبلد جانا اليوم اللي إحنا كنا نتكلم فيه جانا اليوم اللي إحنا نقول بش يقدر أقدم للبلد هذا هو اليوم هذا هو اليوم اللي عقبة يوم الإحساب فأرجو من الجميع أن يعذرني على القليل اللي أنا أقدمتها لمملكة البحرين وأتأمل إن شاء الله أتابع هذه الحملة وشوف الأرقام هذه في ازدياد وشوف تكاتف ترى مليون أو دينار كلها واحد إذا مواطن قدم دينار واحد والله العظيم قسما بالله إن جلالة الملك وكل مسؤول في مملكة البحرين رح يشوفها بقدر العشرة مليار بس أبي أشوف اسمك أبي أشوف اسمك إن أنت حطيت دينار واحد عشان بكرة أفتخر وقول البحرينيين تكاتفوا والبحرينيين وقفوا لبلدهم اللي كلوا من خيره وعاشوا في ذراه فهذا هو اليوم اللي حنا ننتظره هذه هي الوقفة اللي حنا نتأملها واسمحوا لي إنها طولت عليكم لأن الموضوع أكبر بكثير من كم دقيقة أقدر أشرح لكم إياها فالعدر والسموحة على التقصير مرة ثانية لكن في ختام هذا الكلام اللي أقدر أقوله إن أحنا فعلا فينا خير والله العظيم فينا خير هذه المحن اللي احنا نمر فيها هذه متحانات لازم نشوف النهاية ونشوف العبرة بإذن الله بالناس اللي قاموا بواجبهم الوطني وعشان ما عيش أنا يوم الأيام شايل هم أني أنا ما ساهمت فأنا الحمد لله أبريت ذمتي أتمنى من الجميع أن يبري ذمتها وياي وقفتكم مطلوبة اليوم ونبي نروي قيادته من رشيدة شنه مواطنينهم اللي وقفوا وياهم ولا تنسون هالشي الملك الله طول عمره باع كل شيء وتعرفون الشرى شرى صحتكم وسلامتكم نقدر نقدم اللي نقدر نقدمه اليوم ما يوفي بهالشي هذا ولا يوفيه بحق الله طول عمره شكرا 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 للأمانة يعني قبل منواصل ما تبقى من فترتنا المفتوحة لليوم بدينا أنا أقول شغلة بسيطة بسان اليوم يمكن رسالة سموه الأخوية العفوية البسيطة اللي وجهها لنا كانت كلمة فعلا نابعة من القلب ووصلت وصلت لكل بحريني ما بيقول لسموك أنه بالفعل كلامك لامسنا وحركنا كلنا حرك العود حرك الصغير حرك التاجر وحرك المواطن وحرك المقيم هذه ديرتنا ومثل ما قلت سموك ش تستاهل البحرين البحرين تستاهل كل شيء لو شنو نقدم لو شنو نسوي حق هالوطن بعد نظل مقصرين في حق ديرتنا شكرا لك رسالة سموه أنا أحب طبعاً أوجه تحية من خلال بررامجنا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سموكم أنتم رسختم هذه الثقافة ثقافة العمل الإنساني على مدى سنين طويلة وأنتم اليوم تحصدون نتاج هذا العمل الدؤوب والمستمر من خلال المؤسسة الملكية ومن خلال مبادرات سموك المستمرة لك منك كل التحية والتقدير مشاهدينا مستمرين معاكم يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمحمد يعني لا شك أن الإعلام دور كبير في مثل هذه المواقف الوطني واليوم خير شاهد شفنا كل وسائلنا الإعلامية من صحافة من إذاعة ومن تلفزيون على قلب واحد استجابة لهذه الحملة اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الله يمسيكم بالخير الله يعطيكم العافية بسك بالنور والسرور الحقيقة اليوم يعني أعتقد هو يوم وطني بانتياز كما هي أيامنا دائم البداية شكر اللي سمو الشيخ ناصر بن حمد على مساهمته كمواطن محب استطاع من خلال كلمة مؤثرة تحفيز الجميع أعتقد اليوم من خلال تقطية استمرت لعشر ساعات أنتوا نلتوا فيها شرف المساهمة لخدمة بلدكم فالشكر لكل مساهم في هذه الحملة وكل الجنود العاملين خلف الشاشة هذا دور الإعلام يعني إذا لاحظوا أمس قمنا بتقطية تلفزيونية من خلال التقرير بسيط للعاملين في المختبرات في الساعة أربع الفجر كان الهدف مثل هذه التقارير أن نحن مهما تعرضنا لضغوط في ظل هذه الظروف استثنائية هناك من يعمل على مدار الساعة ويعرض نفسه للخطر فما نملك إلا أن نحن يعني نقص احترام وتغدير لكل مواطن ومقيم يسعى لخدمة البحرين كلهم في مجاله مثل ما تشوفون اليوم هناك تتابق لخدمة البحرين كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة بتوجيه من صاحب الجلالة الملكة يده الله ومتابعة من صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد حفظهم الله فالتحية للجميع لقوة دفاع البحرين وزارة الداخلية الصحة رجال الإعلام ورجال الأعمال كذلك وكل من تاهم بعمل صغير فهو كبير ومثل ما قال السمو الشيخ ناصر البحرين تستاهل وتستاهل أرواحهم فشكر الجزيل بكل من تاهم في هذه الحملة فعلا البحرين تستاهل مشكورين شكرا لك بلا شك سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزارة الشوال الإعلام شكرا جزيلا لك فعلا كما تفضلت سعادتك بأن الشرف عظيم نحن نشارك جميعا في هذه الحملة الوطنية مشاهدين مستمرين معاكم في حملات في النخير ونعلن لكم عن مساهمة من حلويات حسين محمد الشويطر بمبلغ 10,000 دينار بحريني وكذلك أيضا نحن سعيدين ونقترب من نهاية هذا اليوم المفتوح ضمن حملة فينا خيرا نحن نستضيف في استوديو برنامجنا الذي رافقكم من الساعة الثانية ظهرا يصرنا كذلك نستضيف الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية لأعمال الإنسانية يا هلا وسهلا بك دكتور دكتور يعني نحن سعيدين جدا بوجودك معنا يمكن من بداية الفترة ونفس ما يقولون ختامها مسك وفعلا نحن نبي ختامها مسك ونبي نشوف يعني شون قراءاتك اليوم دكتور عن المساهمات يعني تقييمك اللي شفتها لكمية الدعم والمساهمات اللي حصنها بس قبل ما نكمل معاك دكتور أو نبتدي ونجوف تقييمك في مساهمة وصلت من المواطنين بمبلغ ثمنتعشر ألف ومائتين دينار هذه التقييم دكتور يعني الروح الجميل البحريني اللي لمسناها بسم الله الرحمن الرحيم يعني لو أنا أقول لكم أنا اليوم الساعة اليوم في حياتي ما بالا عمانة لا أقدر أشرح فرحتي ونقل لكم أيضا نفس فرحة القيادة أول ما وصلنا عشرين مليون حصت مباركة للناس وشكر الله مكتب سموين العهد أول ما وصلنا عشرين مليون كلمة شكر وتشجيع للجميع وشكر الجميع من سمو الشيخ ناصي والناس قاعدين يلاحظون برنامجكم القيم لأبعد الحدود يعني شيء رائع وأنا أمعاكم من الظهر وأشوف ناس واكفين وما قاعدوا يعني قد الناس اللي راحين يهيين وانتصالات والترتيبات يعني اثنعشر ساعة ما تشفتم بعضهم يلسون فعملكم جبار جدا في البداية أشكر السيدي جارة الملك أشكر سمو الأمير الأمير رئيس الوزراء أشكر سمو الأمير ولي العهد على كل الإجراءات اللي أخذوها لمنع انتشار هالوباء ومساعدة الجميع ومهما نشكرهم موكي فاي أشكر طبعا سمو الشيخ ناصر وكننا على حوار معاه انه كيف الحملة كيف نواصل اثنعشر ساعة هو كان عنده الثقة والأخ علي رمحي كنا على اتصال لساعة اثنعشر بالليل على مدار خمسة عام في التهيئة نريد الحملة تنجح اش انت فاوي اش ما ساوي الساد بمحمد اللي قاعد يسمعني فلهم الشيخ السموه والعهد على عين ورأس في جميع المحلات سموه الشيخ ناصر في الحملة كلمته من البداية حفزته الجميع بساطته وتواضعه ويتكلم مع الشباب أطبال يتصلون بنا يقولون نريد ان تبعرع دكتور انا مودي اقاطعك بس في خبر لازم نقوله لانه فعلا يعني جميل جدا نحن لازم نبثل في ختام حلقتنا هذي نعلن لكم مساهمة من شركة رامز بمبلغ مئة الف دينار بحريني ما شاء الله روح روح دكتور انا اشكر التجارة اشكر الاطفال اشكر كل اهل بحرين يعني اليوم يوم تاريخي يوم نفتخر به يوم الداينامو عبدالله خالد مدير الإذاعة ووكيل وزارة الإعلام كسب من عندي علبة شوكولتة كاكاو لانه ترى هنه في البداية كم المبلغ هو قال عشرين انا قال ثلاثين مليون فهو فاس بالعلبة بس انا واحد وعشرين مليون وصلنا دكتورا الحين تخطينا هوجز واحد وعشرين مليون دينار في هذه اللحظة الحين انا قلت له ما علي اعطيك الشوكولت تستاهل اكثر بس انا كان قصدي اقب ثلاثين يوم لما الحملة تنتهي لحما انتهت صحيح وكثيرين يتمنون يعني يكون لهم شرف بس انا في الوكيند عندهم صعوبة في ادخال المبالغ في الحساب فا اتوقع راح يكون شي تاريخي بالنسبة للبحرين وقفتهم مع جهود اللجنة الوطنية لمكافحة بيروس كورونا شي رائع ما عرش اقول انا فرحان لابعد الحدود متأكد هاي شعور كل الناس كلمة الحق تنقال دكتور الامانة انا ممكن قلتها من شوي يعني سمو الشيخ ناصر وكذلك ايضا من خلال المؤسسة الملكية انتو خلال هالفترة هذي خلال هذي السنوات كلها يعني رسختم ايضا يعني مبدأ العطاء اللي هو اصلا متأصل في الشعب البحريني لكن رسختموا اكثر من خلال هذه الحملات من خلال هذه المبادرات اللي يعني اللي يعني اللي مدت مو فقط للداخل ايضا للخارج فهذا شي جميل ويعني وشرف كل بحرين الامانة ان يعني هذه الحملة هذه المساهمات اللي قدمونها انها تنظوي تحت يعني مظلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كنت معانا في الخارج نعم نشتغل تحت القصف في غزة نشتغل في المجاعة والحروب في الصومال كنت تسوي لنا التغطية الإعلام والله لهم شكر خاص وهذا الوزير الهادئ المتواضع اللي يشتغل لنص الليل أنا اشهد كل تواضع كان عندي فرصة نظم هذه الحملة مع سعادته لكم دور كبير شكرا مثل ما قلت دكتور مثل ما قلت الحملة مستمرة انتهت فتراتنا في التلفزيون لكن الحملة مستمرة مثل صف السيد الأمين العام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مشاهديننا كلنا ثقة بقيادة وشعب مملكة البحرين كلنا ثقة بقدرتنا على اجتياز هذه المرحلة بكل قوة وإرادة البحرين ترتقي بأبنائها بإذن الله إلى أعلى المستويات يمكن بسام الفرق بين البحرين والدول الثانية إن البحرين وشعبهم الله رزقهم بقيادة اختارتها للدير وصحتهم قبل أي شيء شفنا إجراءات احترازية وتعليمات وقائية وحملات توعوية بالإضافة لحملات تطوعية لتعقيم شوارع مدن وقرها للبحرين كل اليوم قاعد يساهم عشان مين؟ عشان البحرين عشان البحرين تنجح في هذا التحدي وتكون خالية إن شاء الله من الكورونا وراح إن شاء الله كلنا بإصرارنا وتحدينا راح نجتاز هذه التحدي بإذن الله بإذن الله رقاية تكون يعني البحرين خالية من هذا الفيروس واليوم كلنا فريق البحرين يا رقاية كلنا في موقع طبعاً الكل اليوم عنده واجب والتزام تجاه البحرين وإحنا فينا خير وبنساعد بإذن الله بإذن الله بنساعد الغير أنا أكد على إننا فعلاً فينا خير يداً بيد راح نجتاز هذه المرحلة بإذن الله ومشاهديننا وصلنا معاكم لختام هذا اليوم المفتوح اللي رافقناكم فيه طوال اليوم من الساعة الثانية ظهراً وحتى الحين كل الشكر لجميع المساهمين في هذه الحملة الوطنية ونعلن لكم إن إجمالي المساهمات اللي هذا اليوم نعلنها بكل فخر واعتزاز بلغوا 21 مليون واحد وثمانين ألف وخمس وستين دينار بحريني كل الشكر والتقدير لكم نلقاكم على خير مع السلامة فمان الله